نحن الآن في عام 1916 كانت الألعاب اللي بيمارسها أعضاء النادي كرة القدم والتنس والجنباز ورفع الأسقال والبلياردو وألعاب القوة وعلى مستوى المسابقات كان بيقام كاس أحمد حشمة باشا لكرة القدم وكاس عزيز عزة باشا للألعاب الأخرى بانتظام وكل سنة كان بيزداد عدد المشاركين في الوقت ده كان فريق كرة القدم في النادي بيسافر محافظات مصر المختلفة بيلعب مباريات ودية مع أنديتها في إطار نشر فكرة ممارسة الرياضة بين المصريين مش بس فريق كرة القدم لا كان كمان فريق التنس بيلف المحافظات والجمعية العمومية في ديسمبر 1916 أثنت على استقبال نادي أسيوت لفريقي كرة القدم والتنس بالأهل الجمعية العمومية دي شهدت كمان أول اقتراح لعمل مدرج لملعب كرة القدم بعد ما تم توسعة الملعب على المقاييس القانونية عشان يبقى صالح لإقامة المباريات الرسمية وكان صاحب الاقتراح ده أحمد فؤاد أنور لعب فريق الكرة وسكرتير النادي في نفس الوقت وده كان في تقريره اللي ألقاه على الجمعية العمومية لكن في السنة دي 1916 خرج اقتراح من جريدة الإجيب شميل اللي بتصدر في القاهرة لإقامة بطولة في كرة القدم على كاس بين الأندية وقدر مستر مدول مدير الجريدة أنه يحصل على موافقة السلطان حسين لإهداء كاس باسمه للبطولة وتأسست جمعية لتنظيم البطولة دي باسم الجمعية المصرية الإنجليزية لكرة القدم كانت البطولة بين الفرق المصرية والإنجليزية ونشرت الجريدة دعوة الجمعية للأندية كلها للمشاركة في البطولة الأهلي رفض المشاركة بالبطولة في موسمها الأول 1916-1917 لأن الجمعية المنظمة للبطولة بيسيطر عليها الأجانب من ناحية ومن ناحية تانية أن في أخبار عن تبعية الجمعية للاتحاد المختلط نتيجة وجود أشخاص أجانب بالجمعية وفي نفس الوقت أعضاء بالاتحاد المختلط والأمر ده ثبت صحته فيما بعد ومعاه اتخذ الأهلي موقف تاريخي هنعرفه في حلقات جاية إن شاء الله في الموسم التالي 1917-1918 شارك الأهلي في البطولة للمرة الأولى بعد زيادة عدد الأعضاء المصريين في الجمعية المصرية الإنجليزية لكرة القدم لكن مشاركة الأهلي في كاس السلطان حسين كانت متقطعة بتحكمها اعتبارات كتيرة قوي في الوقت ده يعني أول ست بطولات ما شاركش الأهلي فيها إلا في تلاتة بس التلات مرات اللي ما شاركش فيها الأولى اتكلمنا عنها موسم 1916-1917 وحنتكلم عن المرتين التانيين في حينه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر